نفسها بس كل اللي اقدر اقوله انها من قطر شقيق وجار سيتا هاكوفيان اسمي الفني واسمي الحقيقي من مواليد 1950 بدأت حياتي الفنية وامري اربع سنوات خنيت اغنية جوني كيتار انت زوجة ولدي ابنة هذي شي مهم لازم يفكر طيب اخت سيتا طبعا انت معروفة عندنا كثير لان لتش اغاني في الاذاعة وتذاع بس اش رأيت في اللي يقال ان انا قريت في اكثر من اللي قالت واكثر من مجلة تقول ان انت من اتقلدين او متقلدين تميلين الى لون اللي تأدي فيروز اش رأيت به الادعاء هذا كان هذا الادعاء صحيح في بداياتي لانه ايف اني يبتدئ حتما يكون يعني منحاز الى مطرب ويقلد اغانية فانا اول ما ابتديت باغاني فيروز نعم لكن بعدين صار عندي خط الواضح بس انا يتهيقلي صوتك في مزج ما بين صوت فيروز وصوت قريب ايضا من عفاف راضي اش رأيت والله انا يعني اقدم من عفاف راضي بالغناء بس صوتي قريبي لا فيروز ما تصور لان فيروز مدرسة كاملة اخت سيتا يعني ابي اسقلك كثير من المطربين المطربات دائما يعملون بالاضافة الي انهم مطربين يعملون اعمال فنية نعم مثل تمثيل وعمل اوبوريتات ومسرح فما ادريلتش نشاطات فنية اخرى نعم اشتركت في اوبوريت بعد الخير عام 68 ومثلت تمثيليات في التلفزيون ومسلسلة من 10 حلقات بيه يعني اقدر اقول انتش فنانة شاملة يعني مش مطربة اخت سيتا كثير من المطربات العراقيات اخذوا شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي فما ادري مني فيهم اللي قدرت تاخذتش بشهرته في الحقيقة المطربة اللي تأجبني هي اسمها هنا وهي غير مشهورة من اسمع صوتها اسمع احس بوجود بغداد دفء الاراق طيب حتما انت سمعت اغاني كواتية واي نعم فما ادري يحافظ شي المطربين الكواتيين والله انا معجبة جدا بالاغاني الكواتية نعم وخصوصا المطرب عبد الكريم عبد القادر عبد القادر طب اقدر اسمع على شي؟ احاول اقدم حاولي سار الليل يا قمرنا ولا جيت بسارنا وانا خاف يا قمرنا خذاك الليل والهواء طيب اخت سيتا طبعا المعروف ان الفلكلور العراقي فيه الوان كثيرة ومتعددة نعم وغني جدا فما ادري جربتين ان تتقدمي شيء من الفلكلور اه او الوان القديمة عبد اي نعم اقدمت ثلاث اغاني من الفلكلور العراقي هي مندل دالوني والولد ومنكي الاسمر عفو بس انا ضد فكرة التطوير لان انا ايضا شايفة ان احيانا التطوير ممكن ان يسيء للاغنية انت انت معاي صحيح 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 هو الاغاني اللي قدمتها صحيح نجحت ونالت شهرة واسعة بس انا حاليا لن اقدم اي اغنية فلكلورية بشكل جديد اي نعم اختي سيتا تحبين تقولين شيء في النهاية؟ والله احب اشكركم على استضافتكم الي بالبرنامج وان شاء الله اعود مرة ثانية لأسجل الهان كويت ان شاء الله واحنا ساعدين جدا باللقاءنا معاك في بلدك الثاني الكويت وان شاء الله تكرر الزيارات اشتركوا في القناة